ومنذ تأسيس قوة دفاع البحرين اهتمت القيادة الحكيمة ببناء قاعدة متينة من انعاصر البشرية المؤهلة من ضباط وافراد لتمكين قوة الدفاع من بص الاستقرار والدفاع عن حدود البلد وبهدف المشاركة الفاعلة ضمن التحالفات الدولية والعمليات المشتركة وعملت قوة الدفاع على تأهيل كوادر من ضباط وافراد عسكريا وعمليا وتقنيا بالشكل الذي يتأقلم مع جميع الظروف بالنظر الى تاريخ البحرين نجد اهتماما بالغا من قبل حكامها في تنظيم الجيوش من اجل درء الاطماع والذود عن ارض الخلود هي البحرين ذات القلاع المنيعة والقوة المتينة يحدثنا التاريخ عن ما سطره رجالها لتبقى محمية من الاخطار المحدقة ووصولا الى العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى ايده الله نجد امتدادا لذلك التاريخ المشرف فما ان تولى جلالته ولاية العهد حتى بدأ بتشكيل نواة قوة دفاع البحرين ولقيت من جلالته الدعم اللامحدود منذ نشأتها وحتى الذكرى الخمسين لتأسيسها وغدت قوة دفاع البحرين درع الوطن المنيع وحصنه المتين وشهدت نموا وتوسعا على مستويات عدة مستفيدة من تجربة الماضي ورؤية المستقبل لتمكينها من بسط الاستقرار في البحرين والدفاع عن حدودها وحفظ امنها وسلمها الاهلي منجزات عديدة انبثقت من رؤية صاحب الجلال العهل المفدى القائد الاعلى ايده الله تمثلت اولا ببناء قاعدة قوية من الكوادر الوطنية المؤهلة الى جانب تشييد مؤسسات تدريبية عسكرية وهي كلية عيسى العسكرية الملكية والكلية الملكية للقيادة والاركان وكلية الدفاع الوطني ومركز تدريب قوة الدفاع الملكي تعد قوة دفاع البحرين برامج تدريبية مكثفة في مختلف المجالات العسكرية بهدف تدريب ضباطها وافرادها لرفع كفاءتهم القتالية وقدراتهم الفنية والادارية لاستيعاب الاسلحة الحديثة ولبناء قوة متكاملة قادرة على تنفيذ المهام الموكلة اليها في اي وقت وظرف وقد كونت سياسة التدريب التي تتبعها قوة الدفاع شخصية رجل المعركة الذي يتأقلم مع كل الظروف وانماط متعددة من العمليات وفي ادارة الازمات والمعارك حتى صار الجندي البحريني يشار له بالبنان في كل مشاركة دولية يخوضها ان الفترة الزاهرة لحضرة صاحب الجلال المفدى حفظه الله حققت نموا كبيرا كما وكيفا لشتى اسلحة قوة الدفاع البرية والجوية والبحرية حتى وصلت الى مصافي القوات المسلحة الحديثة من حيث التسليح والتدريب والاستعداد والجهوزية وفي المهام الوطنية والدولية حتى اصبح المستوى القتالي لمنتسب قوة دفاع البحرين يضارع مثيله في ارقى الجيوش العالمية اعدادا وتخطيطا